لا حلول وطنية تسعف الكاظمي للتخلص من الضائقة المالية التي تخنق العراق موظفون بلا رواتب ومؤسسات تعاني وخزينة تحتاج إلى ديون واقتراض لملئها وفي ظل ارتهان مقدرات العراق للخارج وسوء التخطيط الحكومي والاختلاس القائم لجأ الكاظمي إلى حل يعقد المشكلة أكثر من حلها كيف سندفع رواتب الموظفين فكر الكاظمي ثم استدار إلى رفاق الفساد والمتخمين بالمال المسروق عليكم أن تدفعوا مقابل إسقاط تهم الفساد عنكم مصدر سياسي كشف أن الكاظمي ساوى مئة مسؤول حكومي فاسد مقابل التكفل بتأمين الرواتب لخمسة أشهر وعلى إثره اعتقلت الحكومة حتى الآن أكثر من عشرة مسؤولين على خلفية قضايا الفساد فيما يوجد نحو تسعين آخرين حولهم شبهات تضخم أموال وبحسب المصدر فإن المعتقلين وبينهم مسؤولون في هيئات اقتصادية ومطارات يحتجزون في مبنى المخابرات وسط بغداد القائم بهذه المهمة هي لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي نهاية آب الماضي وللمفارقة فإن رئيسها هو الفريق أحمد أبو الغيف المتهم بتورطه في قضايا فساد منذ عهد رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي يقدر حجم الأموال المنهوبة في العراق بـ 250 مليار دولار منذ عام 2003 بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية علي علاوي مساومة السياسيين على إسقاط تهمة الفساد عنهم مقابل المال أمر يدل على أن الكاظمي على علم بعمليات الاختلاس السابقة وطرقها وحجمها والمسؤولين عنها ومع ذلك لم يبدأ بحملة حقيقية ضدهم إلا بعد أن ضاقت به السبل ولم يجد غيرهم ليتخلوا عن بعض ما نهبوه من العراق مقابل تبرئتهم وتركهم يتنعمون بالأموال الكثيرة المتبقية لديهم أي على مبدأ اسرق الكثير وتبرع منه بالقليل